أسعد الأوقاتكم وعزائي المشاهدين الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه نعام شمالية غربية وستستمر ويانا لعدة أيام من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة اليوم وباشر مساء يوم الغد ستتراجع سرعة تشوياتكم من 8 إلى 28 لكن بوجه عام ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة اليوم وباشر السحب ستبدأ بالتزايد تدريجيا بإذن الله مساء يوم الغد وفرص الأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق في يوم الخميس نتعرف على أجواءنا أكثر حاليا أجواءنا صافية ورح تستمر ويانا السماء صافية بين الحين والآخر عبور السحب رح يكون قليل لكن السحب رح تكون ملحوظة في يوم الغد أكثر بدنا الله في يوم الخميس مع أمطار خفيفة متفرقة الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه نعام حاليا 17 كيلومتر في الساعة كحد أقصى الليلة رح تكون 30 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة حاليا 17 درجة مئوية أجواء بارد الرطوبة نسبية 50% في فرص لتراجع الرؤية الأفقية بسبب الضباب الخفيف نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة على بعض المناطق لكن الفرصة هذه إن شاء الله بإذن الله رح تتراجع تدريجيا بعد ذلك الرؤية الأفقية حاليا ممتازة في مدينة الكويت حوالي 10 كيلومتر صور الأقمار الصناعية تبين السماء خاليا من السحب لكن منذن الله مثل ما قلنا رح ترجع السحب بعد ذلك تأثير أو امتداد تأثير مرتفع جوي رح يستمر ويانا اليوم وباشر والعدة أيام وبتأثير رياح شمالية غربية خفيفة إلى محتدلة السرع بوجه نعام اليوم رح تكون من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة ودرجات حرارة تقريبا تتراوح ما بين 13 إلى 16 درجة مئوية في أغلب المناطق أجواء باردة رح تستمر ويانا حتى ساعة الصباح الأولى متوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى خاصة في السالم من 8 إلى 9 درجات مئوية والحساس قد يكون أقل من ذلك وأيضا شمال الكويت في العبدالي والمزارع الأجواء باردة خاصة في ساعة الصباح الأولى تمنى تديرون بالكم الأطفال اللي بيروح دواما خارج المدينة الحقول أو غرب الكويت يدير باله لأن الأجواء باردة مدينة الكويت تقريبا تصل الصغرى ما بين 14 إلى 15 درجة مئوية ومطار الكويت 10 درجات مئوية البحر رح يكون خفيفين ومعتدل الموج من 1 إلى 4 قدم حتى منتصف نهار يوم الغد أيضا من 1 إلى 4 قدم لأن سرعة الرياح من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة ودرجات الحرارة بوجه عام رح تتراوح ما بين 21 إلى 24 درجة مئوية في أغلب المناطق أجواء نمعتدلة نسبيا خلال فترة الظهيرة لكنها تميل للبرودة بشكل ملحوظ ورح تكون باردة أيضا خلال فترة المساء أجواء مشمسة في معظم الوقت يوم الغد بإذن الله رح تكون مع ساعات المساء الأولى بإذن الله رح تبدأ السحب بالتزايد تدريجيا وتكون ملحوظة أكثر بعد ذلك ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 17 إلى 18 وعشرين درجة مئوية على السواحل لكن سرعة الرياح مساء يوم الغد رح تتراجع وتكون من ثمانية لثمانية وعشرين كيلومتر في الساعة الشمالية غربية البحر بإذن الله باتشل رح يكون خفيفي لمعتد الموج من واحد إلى أربعة قدم بوجه عام رح تكون الأجواء معتدلة في البحر المد الأول الساعة سبع دقيقة صباحا المد الثاني الساعة ثمان وسبع وعشرين دقيقة مساء والجزر الأول الساعة واحدة واحد وثلاثين دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة واحدة وثمانية واربعين دقيقة الظهر والفترة هذه من فترات الفساد المواقيت بإذن الله إذن الفير رح يكون الساعة أربعة وتسعة وخمسين والشرق الساعة ستة وثلاث وعشرين دقيقة والمغرب الساعة أربعة وتسعة واربعين دقيقة أما التقص المتوقع بإذن الله خلال الأيام الخمسة القادمة الرياح الشمال الغربية رح تستمر ويانا بوجه عام خفيفة إلى معتدلة سرعة بوجه عام لكن في يوم الجمعة لها نشاط بين الحين والآخر من 15 إلى 40 باتر ستكون من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة حتى منتصف نهار يوم الغد تتراجع سرعتها في المساء 23 العظمة وصغرة 10 درجات مئوية وأجواءنا مشمسة في معظم الغد مساء يوم الأربعة تبدأ السحب التزايد تدريجيا تكون ملحوظة أكثر في يوم الخميس مع رياح شمالية غربية من 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة في فرص لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق في يوم الخميس 24 العظمة وصغرة 12 درجة مئوية رياح شمال غربية ستشد أكثر مع أجواء مشمسة في معظم الوقت ستتراجع كميات السحب في يوم اليمعة بذن الله 22 العظمة وصغرة 10 درجات مئوية أجواء ستكون باردة والإحساس قد يكون أقل من ذلك خاصة مع نشاط الرياح تبنى من أخوانا يأجون نشاط بحرفها اليوم اللي موجودين في المخيمات أو المزارع أو اللي يطلع في عطلتنا الأسبوع ترى الأجواء باردة في يوم اليمعة دفوا يوم السببذنا للرياح الشمال الغربية ستكون موجودة ويانا تتراجع سرعتها شوي لكنها باردة بوجه نعم خاصة في الفترات المتأخرة من الليل والفجر 9 درجات مئوية والعظمة 22 درجة مئوية ومن 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة الرياح سرعتها ستكون خفيفة لمعتدلة سرعة مشمسة في معظم الوقت الأجواء في يوم الأحد من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة سرعة الرياح الشمالية الغربية 21 العظمة والصغرة 9 درجات مئوية نزال المساهدين الأجواء الباردة مستمرة ويانا والمربعانية بوقتها بذن الله بتاريخ 5-12 نشرتنا الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم